بسم الله الرحمن الرحيم ألتقي معكم أعزائي الطلبة بدرسي ديد وهو المثلثات المتشابهة للصف الثالث إعدادي راح نعرض الأهداف أهداف اليوم تحديد المثلثات المتشابهة وإيجاد طول ضلع مجهول في مثلثين متشابهين شروط تشابه المثلثات يجب أن تكون الأضلاع المتناظرة متناسبة والزوايا المتناظرة متطابقة راح نوضح ما المقصود بالأضلاع والزوايا المتناظرة إنه حاج إرشادات الدراسة طبعاً تتم كتابة جملة التشابه المثلثات بحيث تظهر الرؤوس المتناظرة يعني عساس أني أكتب جملة التشابه يجب أن تكون الرؤوس المتناظرة بالترتيب المقصود بالتناظر معناته إنه في المثلث ألف با من اللي قابله في المثلث الثاني اللي هو دالها فمعناته هنا إذا بدأت بألف با جيم في القراءة ألف با جيم فمعناته المفروض في المثلث الآخر أقراب ذي الطريقة دالها واو بحيث ذا ييت هنا وقلت إنه ألف با الضلع ألف با فمعناته من اللي قابله في المثلث الآخر اللي هو دالها ونفس الشيء في حالة ذا قلت با جيم من اللي قابله في المثلث الآخر اللي هو ها واو وفي الأخير جيم ألف من اللي قابله واو دال وهذه طبعا تسمى جملة التشابه لتحديد المثلثات المتشابهة نستعمل اختبارات للمثلثات المتشابهة وهي مسلمة التشابه زاوية زاوية ونظريتي التشابه ضلع 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 وضلع زاوية ضلع إن هي حاج مسلمة التشابه بزاويتين إذا كانت زاويتان في مثلث مطابقتين لزاويتين في مثلث آخر فإن المثلثان متشابهان يعني ماذا؟ عندي أنا مثلثين المثلث الأول ألف با جيم المثلث الثاني دالها واو ألاحظ من خلال الرسم إن الزاوية ألف تطابق الزاوية دال وكذلك الزاوية با تطابق الزاوية ها فإذا أنا حصلت لي زاويتين في المثلث الأول تطابق زاويتين في المثلث الثاني فبذلك ممكن أقول أحين إن المثلث ألف با جيم يطابق المثلث أو يشابه المثلث دالها واو حسب مسلمة زاوية زاوية إن هي حق المثال الأول حدد في كل مما يأتي ما إذا كان المثلثان متشابهين وإذا كان كذلك اكتب عبارة التشابه ووضح إجابتك طبعا أنا عندي هنا مثلثين المثلث الأول هو لام ياء كاف والمثلث الثاني هو لام قاف راء المطلوب إني هنا إني أبرهن إن المثلثين متشابهين فإذا ألاحظ أولا بأن عندي زاوية لام هي زاوية مشتركة في وين؟ في المثلثين فإذا هذه زاوية واحدة بعدين ألاحظ إنه هو معطني توازي عندك اللي هو راقاف يوازي كافية فإذا أقدر أقول بما أن عندي توازي فمعناته أقدر أقول بأن هذه الزاوية تساوي هذه الزاوية وتطابقها السبب لأنهما زاويتان متناظرتان فإذا أنا حين حصلت لزاويتين زاوية لام مشتركة بالإضافة إلى زاوية راء في المثلث اللي هو لام قاف راء تطابق الزاوية لام ياء في المثلث اللي هو لام ياء كاف فإذا أقدر أحين أقول بأن المثلث لام ياء كاف يشابه المثلث لامقافرا حسب أي مسلمة مسلمة زاوية زاوية تدريب حدد في كل مما يأتي ما إذا كان المثلثان متشابهين وإذا كان كذلك فاكتب عبارة التشابه ووضح إجابتك ولكم دقيقة وحدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر الزاوية صاد عين سين هذا اللي يقصدون بها الزاوية تطابق الزاوية ميم عين لام ليش متطابقتين حسب اللي هو نظريات الزاويتين المتقابلتين بالرأس فإذا وجدنا زاوية واحدة أحين أنتقل ألاحظ بأن سين صاد يوازي لاميم شاستفيد من التوازي فمعناته راح أوجد بأن صاد تطابق أي زاوية تطابق الزاوية ميم لأنهم متبادلتين زاويتين متبادلتين داخلياً فحين وجدتان لهم ماذا؟ زاويتين متطابقتين اللي هي عين زاوية مشتركة أو زاوية متقابلتين بالرأس بالإضافة إلى استفدنا من التوازي إن الزاوية صاد تطابق الزاوية ميم فبالتالي أقدر أقول أحين إن المثلث سين صاد عين يشابه المثلث لاميم عين حسب المثلث زاوية زاوية ننتقل إلى نظريتي التشابه اللي هو ضلع 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 وضلع زاوية ضلع وضلع زاوية ضلع أني حاج النظرية الأولى شو تقول النظرية؟ إذا كانت أطوال الأضلاع المتناظرة لمثلثين متناسبة يعني آي حاج المثلث الأول المثلث الأول اللي هو ياء كافلام والمثلث الثاني هو ميم كافرا رح أخذ النسبة بين اللي هو الأضلاع المتناظرة إذا طلعت للنسبة متساوية في جميع اللي هو الأضلاع فمعناته أقدر أقول ترى المثلث ياء كافلام يشابه المثلث ميم كافرا فبالتالي أنا أخذ أولا ياء كاف على ميم كاف المفروض هذه النسبة تساوي كافلام على كافرا تساوي لام يا على را ميم بالنسبة حاج النظرية الثانية اللي هو ضلع زاوية ضلع فإذا يجب الحصول طبعا أنا عندي مثلثين المثلث الأول هو لام ميم نون والمثلث الثاني هو سين صادعين عساس أثبت باستخدام اللي هو ضلع زاوية ضلع فبعناته المفروض عندي نسبة بين ضلعين يجب أن تكون متساوية بالإضافة إلى زاوية في المثلث الأول تطابق زاوية في المثلث الثاني وبشرط أنها تكون بين الضلعين بين الضلعين فمعناته أنها تكون محصورة بين الضلعين ننتقل إلى مثال لتوضيح ذلك حدد كل مما يأتي إذا كان المثلثين متشابهين أم لا واكتب عبارة التشاب طبعا أهو يبي مني أبرهن إن المثلث قاف را ميم يشابه المثلث قاف يا لام فإذن أول خطوة ألاحظ من الملاحظات الموجودة في الشكل إنه معطني أضلع فأكيد راح أستفيد من نظرية ضلع 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 فإذن أول شي راح أقارن بين نسب الأضلع المتناظرة طبعا ممكن الأضلع المتناظرة حتى أوجدها من خلال التسمية هني تسمية المثلثات إني مع بعض قاف را على ماذا على كاف يا أي قاف را شم قيمته قاف را اللي هو شم طولة 12 على 16 طبعا بنبسط وبنقسم على أربعة بسط ومقام فبيطلع لي ثلاثة أربعة ننتقل را ميم دام بديت في المثلث في المثلث بديت من البداية في ذي المثلث كذلك بعد أرد أبتدي فيه فإذن عندي را ميم على يا لام را ميم طولة 9 يا لام طولة 12 وإذن 9 على 12 يتم القسمة على ثلاثة فإذن بيع بيطلع لي ثلاثة أرباح آخر شيء ميم قاف مع لام كاف فإذن بيطلع لي ستة على ثمانية كذلك طلع لي ثلاثة أرباح فإذن بما أن النسب بين الأضلاع المتناظرة متساوية فإذن أقدر أقول حين إن المثلث كاف را ميم يشابه ما أنسى هذه عبارة يشابه المثلث كاف يا لام حسب نظرية ضلع 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 تدريب حدد في كل مما يأتي إذا كان المثلثان متشابهين إذا كان كذلك اكتب عبارة التشابه ووضح إجابتك ولكم دقيقة واحدة ترجمة نانسي قنقر خلص الوقت نرجع ونطالع اللي هو الإجابة مع بعض طبعا عندي أنا المثلث يا كاف جيم والمثلث ألف با لام المطلوب مني إهني أحدد إذا كان ذي المثلثين متشابهين أو لا طبعا ألاحظ بأن في الرسم معطني أضلع فمعناته راح أختبر تناسب الأضلع فإذا راح نقارن النسب بين الأضلع المتناظرة ألاحظ بأن يا كاف على ألف با فمعناته يا كاف اللي هو ماذا؟ عشرين عشرين على ثمانية طبعا بقسم على أربعة بسط مقام فإذا بيطلع علي خمسة على اثنين اللي حق الضلع الآخر اللي هو كاف جيم اللي قابله كاف جيم اللي قابله في المثلث الثاني اللي هو با لام بلاحظ خمسة عشر على ستة بعد بالقسمة على ثلاثة بيطلع لي خمسة على ثلاثة وآخر ضلع اللي هو جيم من اللي قابله أو ناظره في المثلث الآخر هو لام ألف فإذا عطاني عشرة قسمة أربعة ببسط بالقسمة على اثنين فبيطلع لي خمسة على اثنين ألاحظ أن النسب ماذا؟ متساوية فإذا أقدر أقول أن المثلث يا كاف جيم يشابه المثلث ألف با لام أني حق المثال حدد في كل مما يأتي ما إذا كان المثلثان متشابهين وإذا كان كذلك فاكتب عبارة التشابه ووضح إجابتك طبعاً لو بلاحظ من خلال الرسم إن ما أعطني ماذا؟ ما أعطني ضلعين معلومين فإذا هو المطلوب مني أبرهن إن المثلثين اللي هو لام سين صاد يشابه لام عين مين أولاً راح نقارن بالنسب الأضلاع المتناظرة فإذا بلاحظ إنه لام سين اللي هو قيمته 22 على من اللي قابله في المثلث الثاني اللي هو لام عين اللي هو على 11 ويطلع الاثنين على واحد طبعاً بسطنا وقسمنا على 11 إنه حق الضلع الآخر اللي هو صاد لام على ميم لام 20 على عشرة قسمنا على اللي هو عشرة فإذا بيطلع لي 2 على واحد بس ألاحظ إنه مجرد عندي ضلعين فإذا بعد أحتاج إلى شرط آخر فمن التالي لازم أدور زاوية عساس أقدر أثبت إن المثلثين متشابهين في اعتقادكم أي زاوية أقدر أثبتها؟ نشوف مع بعض بأن الزاوية صاد لام سين لاحظوا معاي صاد لام سين معناتها يقصد لي ذي الزاوية هذه الزاوية تطابق أي زاوية؟ تطابق زاويات ميم لام عين بالتقابل بشناو؟ بالرأس فإذا زاوية متقابلة بالرأس بمعناتها طلعت لأنا زاويتين طلعت لأ اللي هي زاوية طلعت لأ ظلعين بحيث إن هذه الزاوية محصورة بين الظلعين فحين قدرت أثبت لأ بأن المثلث لام سين صاد يشابه المثلث لام عين ميم حسب نظرية التشابه اللي هو الظلع زاوية ظل ننتقل إلى الهدف الثاني الهدف الثاني يعطينا إن المثلثين متشابهين ويطلب مني إيجاد طول مجهول كما نرى في المثال إذا كان المثلثين متشابهين أوجد طول أو أوجد طول كاف لام في الشكل المجاور فإذا المطلوب هنا هو عبارة عن كاف لام فإذا بما أن المثلث عندي سين صاد عين يشابه المثلث يا كاف لام فمعناته أكيد العناصر المتناظرة متشابهة والزوايا والأضلاع كذلك متناسبة فبالتالي يكون معناته سين صاد الأضلاع المتناظرة متناسبة فمعناته سين صاد من اللي قابله في المثلث الثاني اللي هو يا كاف يساوي صاد عين على كاف لام نحن نعرف إذا كانوا متشابهين معناته إن الأضلاع المتناظرة متطابقة فبالتالي أقدر أقول بأن هذا الضلع اللي هو سين صاد يقاء على كاف يا أو يا كاف يساوي صاد عين على كاف لام أحن بعوض بالقيم سين صاد شم قيمة خمسة يا كاف قيمة أربعة يساوي صاد عين خمسة عاش وطبعا اللي هو كاف لام المجهول عوضنا بالقيم نحن بنساوي الضرب التبادل بيطلع لي أربعة ضرب خمسة عاش ستين يساوي خمسة كاف لام بقسمة الطرفين على خمسة فإذا كاف لام طولة اثنى عشر ننتقل حق مثال آخر طبعا في هذا المثال قال لي أوجدي طول كل من جيمها وألف جيم في الشكل المجاور طبعا هنا ما أعطاني وقال لي ترى المثلثين متشابهين فإذا أول خطوة يجب إثبات بأن المثلثين متشابهين ومن ثم إيجاد أطوال اللي هو جيمها وألف جيم فإذا يجب أولا أن نبرهن بأن ألف دالها هذه المثلث يجب أن يشابه هذه المثلث فإذا أول خطوة بلاحظ بأن دالها يوازي باجل فإذا بما أن يوجد توازي فمعناته أقدر أقول ترى الزاوية ألف أو الزاوية دال تطابق الزاوية با بالتناظر أو ممكن أقرأ الزاوية بطريقة أخرى ألف دالها تطابق الزاوية ألف با جيم وذلك اللي هي زاويتان متناظرتان وفي زاوية أخرى كذلك اللي هو ألف ها دال وألف جيم با اللي هي بما معنى الزاوية ها كذلك تطابق الزاوية جيم بعد بالتناظر فمعناته أحين قدرت أني أثبت فأقدر أقول بأن المثلث ألف دالها يشابه المثلث ألف با جيم حسب مسلمات التشابه زاوية زاوية بعد ما ثبتنا بأن شكلين متشابهين أو المثلثين متشابهين فإذن أقدر أقول أن العناصر المتناظرة متشابهة سوى اللي هو الأضلاع أو الزاوية وهو طالب مني أوجد الأضلاع أحين راح نوجد الأضلاع عن طريق اللي هو النسب عندي ألف في المثلث ألف دالها الأول والمثلث ألف با جيم بلاحظ أن ألف دال من اللي قابله ألف با يساوي ألف ها من اللي قابله في المثلث الآخر اللي هو ألف جيم بعوض ألف دال قيمته ستة وألف با قيمته تسعة بلاحظ هنا أن ألف دال ستة لكن ألف با بجمع اللي هو الستة زاوية الثلاثة فبيطلع عليه تسعة ألف ها خمسة ألف جيم وهو المجهول هذي كامل فإذن بسوي الضرب التبادلي تسعة في خمسة خمسة وأربعين على ستة فإذن ألف جيم بيطلع عليه سبعة ونص هذي كامل قيمته سبعة ونص فإذن هو قال لي أوجدي طول ألف جيم فإذن ألف جيم طلعنا لهو سبعة ونص إنزين شنون بطلع جيم ها نحن هو المطلوب مني كذلك ذي الجزئية فإذن إذا عندي أنا كامل ألف جيم سبعة ونص وألف ها خمسة فمعنات جيم ها أقدر أطلعها إني بطرح سبعة ونص من خمسة فمعنات هذي الجزء راح يكون قيمته ثنين ونص فإذن طرحنا اللي هو سبعة ونص ناقص خمسة بيطلع لجيم أو هاجم يسوي نينة ونص لمزيد من التمارين الرجوع إلى الكتاب صفحة مائة وثمانين إلى صفحة مائة وسبعة وثمانين التمارين من واحد إلى ستة وتمرين ثمانية وتمرين عشرة وتمرين أحد عاش وتمرين سبعة عاش وثمانت عاش وستة وعشرين وتمنياتي لكم بالتوفيق وشكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر